تبدو أماكن الترفيه والحدائق في العاصمة كابل هكذا خالية من السيدات بعد أحدث حظر فرضته طالبان على النساء أماكن الترفيه هي مخصصة للترويح عن النفس والاستعادة النشاط البشري والبشر كلهم بحاجة إلى ذلك ويجب أن يقوموا بزيارة هذه الأماكن إما بشكل شهري أو إسبوعي على الرغم من أن طالبان قامت بفصل الجنسين في المطاعم والمتنزهات وفي حدائق الترفيه فإن المتنزهات والصالات الرياضية كانت تعتبر واحدة من الأماكن العامة التي نادرا ما تتواجد فيها النساء الآن لا يوجد يوم خاص بالنساء اليوم كان يوم النساء ولكن تم منعهن من هذا المكان طالبان تبرر حظر النساء بأنه يرجع إلى تجاهل بعضهن أوامر الفصل بين الجنسين وعدم ارتدائهن الحجاب أو غطاء الرأس اللازم في حين لم تقدم طالبان تفاصيل حيال النوع الإجراء الذي سيتم اتخاذه مع اللواتي لا يطبقن القرار كانت النساء لا يرعين الحجاب كما كنا لا يرعين الأصول التي تم الإعلان عنها من طرف طالبان وبالتالي اضطرت طالبان لمنعهن وأصبحت أماكن الترفيه الآن مغلقة أمامهن الإجراء الجديد بحسب المستثمرين في الأماكن الترفيهية يقلل بشكل كبير من زبائن المتنزهات مضيفين أنه سيؤثر على دخلهم في وقت قد استثمر بعضهم ملايين الدولارات الأمريكية فيها تؤكد طالبان بأنها استخدمت كل جهودها خلال الخمسة عشر شهرا الماضية لتفادي إغلاق أبواب أماكن الترفيه وصلاة الرياضية أمام النساء إلا أن إجراءتها الماضية لم تكن ناجعة في هذا الصدد عبدالله ناذر العربية كابول